شهدت معظم مديريات محافظة حضرموت أمطار بين المتوسطة والغزيرة أدت إلى سيلان الشعاب وتدفق السيول تفاصيل أكثر في السياق التقرير التالي أمطار بين المتوسطة والغزيرة شهدتها معظم مديريات محافظة حضرموت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم أدت إلى سيلان الكثير من الشعاب وتدفق سيول الجارفة تدفق السيول كالعادة تسبب في تعثر حركة المركبات ووقوف بعض الطرقات الرئيسية في مدينة المكلة نتيجة لعدم وجود تصاريف لمياه الأمطار وعدم اهتمام السلطات المحلية والجهات المعنية بوضع حلول المعالجة الإشكالية المتكررة مع كل حالة جوية والأمطار تسببت في مدينة المكلة أيضا بسقوط منزل سكن مكون من دورين في شارع السادس بشرج باسالم ولم تسفر أي أضرار بشرية هذا فيما شهدت شوارع حي الديس سيول جارفة أدت إلى عرقلة حركة السير وتوقف الحركة المرورية وسجل مختصون في شؤون المناخية أعلى كمية أمطار هطلت كانت في منطقة جو المسحة بما يقارب الثمانين ملي وفي ذلك أيضا شهدت بعض مديريات ساحل حضرموت جراء الأمطار والسيول انقطاع تام للتيار الكهربائي دام لأكثر من ثماني ساعات متواصلة في بعض المناطق وكهرباء الساحل أوضحت أنها ستفتقد لخطوط نقل التيار الكهربائي وإنها فرغت مياه الأمطار التي غمرت قرفة التحكم بمحطة الحرشيات التحولية وكانت قوات خفر السواحل بحضرموت ومختصية لارصاد الجوي قد نبه المواطنين في وقت سابق ومرتادي البحر من هطول الأمطار مع احتمالية تدن الرؤية الوفقية وأيضا كذلك تسبب ذلك في ارتفاع الرطوبة ومحذرين السيادين بأخذ الحيط والحذر هذا فيما تستمر الحالة الجوية أخدود الصيب حتى نهاية الأسبوع الجاري